بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لجزء الخاص بالخوزيه. هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا في الشابتر دوت. الا وهو ايجاد او قدرة تحمل الخزوم. طبعا في عندنا عشان اوصل لالكباستي بتاعت البايل. يعني بتحط الخزوم معلش وهبتدي احمله باحمله واعرفه وبيشيل قد ايه. وفيه طبعا بس طبعا ببقى مكلف جدا. لكن عندنا ايه فاحنا عندنا لو هنتكلم على الجزء الخاص مش بتاع الموقع. فانا عندي دلوقتي خزوء لو انا عندي جاي لحمله كده. ايه المقاومة بتاعته جاي من اين? جاي من حاجتين. جاي من وعندي من الاند بيرنج. الاند بيرنج دي بتبقى طيب. حلو الكلام ده. لو انا عندي خزوء زي دوت برضا مفيش تربة تحت. يعني او فيه تربة تحت بس ضعيفة. فالتب بتاعتي مالها زيرو فين? في الكلي وزيرو في مين? في الساند. دي بوسيبول ايه? مومنتري ايه ساكشن. لو فيه ساكشن ولا حاجة. في الحالة ديت هتلاقي ان الخزوء بتاعي 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 هو ده اللي شغال عني. واتفقنا ان هو بيبقى جاي منين? من الهاي في الكلي ولو في مين? في الساند. بس الكلام ده انت يحصل? لما يبقى عندي ابلايد له جاي لوتينشن. يعني الخزوء هنا بيتحمل شد. انسى بقى ان فيه تيب ريزيسن. ده صفر مش موجود. ده انا بشد. فما فيش حاجة هتقاوم تحت. المقاومة كلها جاي من بتاعي. طيب. ازاي يحسب بقى الكاباستي بريديكشن مسوط. في عندي طريقة وفيه 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 بس احنا برضك التلاتة دولة مش هنتكلم فيهم احنا شغلونا كله على الطريقة مين بتاعتنا. الاستاتيك كاباستي ايه? بريديكشن. استيماتي ايه? يعني بتطلع فعلا قيمة للايه الكاباستي على حسب طول الخزوء وعلى حسب طوله وعلى حسب طبعا قطره يعني. ودي بتحتاج عشرة لخمستاشر فيد بلو دي بستانتفاستاتي يعني ايه? يعني انا اعمل خزوء مسلا طوله خمستاشر متر. لازم تنزل تحتيه كمان من عشرة لخمستاشر فيد. وتعمل ايه? الجسة عشان تجيب لي خواص الطربة بتاعتنا. لازم طلعني يبقى بديني جراوند ووتر تيبل كيو انكونفايند الاسي بي تي الانمس. يعني فيه كزا طريقة لها. الانبوت انكلودينج مين الكيو مين? انكونفايند او الكيو الاسي بي تي بتاع اني. ويليونت ويت. الوفر بيروني ستريس ميجور كنترولينج فاكتور سويل ستريس ايه? نيكست. بعد كده تكميل السويل بايت سيت اب انتو زا ايه اكاونت. يعني ايه? يعني هل هده هيبقى دريفن ولا هيبقى ماله بورد. وبيبقى الفرصة او يعني اه اه انه هو يبقى قيمة سليمة بتبقى نسبته خمسة عشر في المية ازيد من ايه? او اقل من الواقع. طيب. نحسب بقى ازاي بقى بتاع اي خزوء عندي اهوت? عندي الخزوء دوت عليه قوة ضغط كيو. فهاجيلها المقاومة بتاعتهم من الحاجتين. من الاسكن فريكشن من كيو بي. يعني كيو الطمت ما هي الا كيو بي زايد كيو مين اس. كيو الطمت هي الالطمت كباستي ده خزوء لوحده. وكيو بي لدي البوينت كباستي والكيو اس هي الفريكشن زمين. طيب. ناخد واحدة واحدة بقى. الكيو بي اجيبها ازاي? لو انا عندي الكيو بي ما هي الا اريا بي في كيو بي. اريا بي اللي هي المساحة بتاعت الخزوء. لو كان مربع لو كان شكله ايا كان شكل مو مساحة القطاع بتاعه. في الكيو داش في الان مين كيو. الكيو داش دي الافيكتد اوفر ايه. الافيكتد فرتيكال ستريس عند التيب. يعني انا دي خزوء اهو. هجيب سميشة نجامة في اتش الحد مين? التيب بتاعتي. ده الكيو داش. الان كيو ديت اجيبها منين? دي ببتدي اشوف مسافة عندي. سري دي. ودي من ديامة البتاع الخزوء. وابتدي اشوف في المنطقة ديت. وعلى حسب الفا ده طلع قيمة مين? الان كيو اللي انت عايزة. بس هنا في ملحوظة لازم تخلي بالك منها. ان في حاجة اسمها ما ينفعش ان انا لو خزوء مسلا طوله الف متر اخد من اول فوق لحد تحت الكيو ديت اتبه رقم كبير جدا. فلازم تجيب حاجة اسمها الكيو ليميتد. الكيو ليميتد وحداتها بالكيلو نيوتن على الميتر سكوير عبارة عن خمسين. في الان كيو في تان مين فاي. بمعنى ان انت بتجيب الكيو بتاعتك اللي هي ديت. اللي هي الكيو بي ديت. وتجيب الكيو مين? اللي ديت. وتاخد مين? تاخد الاقل فيه. ده بالنسبة لو كان عندي سامن. اما بالنسبة لو كان عندي كلي. فالفاي بتاعته معروف ان هي بصف. فعبارة عن التسعة في السي يو في الان بي. برضك باخد خزوء اهوت. مسافة هنا بوينت سيفن فايف دي. وهنا بوينت سيفن فايف دي. واخد الاي السي افريج. واضرب الكيو بي. اللي بعبارة عن السي يو. في الاريا بي. اللي هي المساحة بتاعتي. ده بالنسبة لمن? او الاند بيرين. اما بالنسبة في كزا طريقة. احنا ناخد طريقة بس بسيطة برضك عشان ما ايه? ما نطولش عليكم. لو انا عندي فالساند عبارة عن ايه? اولا. عبارة عن سميشن. سميشن بي او سميشن دام اف اتش. ماشي. حيثو ده البي ديت اللي هي البي ديت اللي ديت. هي دي مش دي دي اسميها دلتا ال. يعني هو عبارة عن سميشن. في مين? سميشن جام اف اتش. ماشي? في مين? في دلتا ال في البي ديت بتاعتي. في طبعا هو ده الكيو اس بتاعتي. اللي هي بتاع الدبس مين? دي. طيب ده يعني اعمله ازاي? يعني انا عندي ساند اهو. حل? اجيبه ازاي. اساند عبارة عن اجيب الاول كيو اس. ماشي? او هو هنا عملها على حاكتين. اقالكيو اس دي المساحة الجانبية في الكيو اس. انسى بعده كله يبقى دي اسمها مش مش Blog Math d عبارة عن بي في دلتا ال. ما تقولش لكن دي كل واحدة الوحدية. يعني هنا هاتة المساحة الجانبية بتاعت الخزوق ديت عبارة عمسحة القاعدة في الارتفاع ودي مساحة القاعدة في الارتفاع في دة اللي هو Innen ااسف مش محيط القاعدة في الارتفاع. ومحيط القاعدة في الارتفاع اللي هو ايه? بتاعي. نجي لمين? اجيب ازاي قيو اس ده عبارة عن الكي في مين دلتا. الكيه ده ده اسمه وده بيتغاير مع مين مع الديبس. ممكن ناخد الكي من واحد الواحد وثمانية سين مين فاي. غالبا بناخد اما واحد اما بوينت سيفن. امتى واحد? ده لما يبقى ماله يبقى عندي بدق اللي هو مين? اما البيونت سيفن بناخده اللي هو في حالة مين? البورد بايل. طيب. دي بقى سميشن جامف اتش. اجيبها ده دي دلتا ال. خمستاشر دي. يعني ايه? اخد سميشن جامف اتش لحد نص الطبقة اللي انا عايز احسب عن ده. مع مرات ان هي ما تزدش عن خمستاشر مين دي. كويس. والدلتا باخدها من نص لتمانية من عشرة مين في فاي. فده لو هنشتغل بالايه? بالقانون العادي لو ما فيوش ان. ممكن اقول الكيو اس عبارة عن من واحد لاثنين في الان مين كوريكتد. يبقى انا ريحت دماغي. ده بالنسبة للسان. اما بالنسبة للكلية اللي هي الفاي بتاعتها بصفر. فعندي طرقتين. في عندي الالفا ميسدس والبيتا والجامع لا انا مش هاخد ده. انا اخد طريقة بس مين? الالفا ميسدس. الكيو اس عبارة عن مين? الفا في السيو. طب الالفا دي اجيبها ازاي? من هنا? هاتي السيو على سيجما نوب. واطلع على الكيرف ده. اطلع منها قيمة مين? الفا. وبعد ما اطلع قيمة الالفا. هي بقدر اطلع الكيو اس بتاعتي عادي جدا. شكرا.